اهلاً وسهلاً بكم وسلام المسيح معكم فرحانين فعلاً أنه نقدر نكون مع بعض بهالتأملات اليومية اليوم راح نتأمل بكلمتين قصيرة جداً لكن بها معاني عميقة حيل اللي هي آمن ترى يوحنى إنجيل يوحنى صاحي داش من عدد 39 إلى 40 مكتوب بهالطريقة قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مارثة أخت الميت يا سيد قد انتنا لأن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقول لك إن آمنت ترين مجد الله الأحداث هذه تتكلم عن شخص اسمه العازر وهو كان صديق المسيح والعازر مات ووقت اللي وصل المسيح العازر كان في القبر أربعة أيام العازر كان عنده أخت مارثة ومريم بسبب العالم الملتوي اللي احنا عاشين به اتعلمنا نقول إذا ما شوف ما صدك وهاي معايير العالم هي هاي بهالطريقة موجودة الرب يسوع ده يمطينا معايير مختلفة جديدة وهي آمن فسترع العالم يقول أريد أشوف على مدى أأمن المسيح يقول لا آمن راح تشوف بصراحة كل الأشياء لازم أول مرة نشوفها وبعدين نأمن بيها وهذا هو المنطقة اللي تعودنا عليه الهوى والدفو وغيرها مدى نشوفها لكن نأمن بوجودها ونقدر نحسها بالرغم أنه عيوننا ما تشوفها ونستعملها ونستفاد من عدها الرب يسوع ده يأخذنا إلى نقطة أعمق إن آمنت سترين مجد الله إذن مجد الله مستعلا لنا لكننا محتاجين أن نآمن به على موجود نشوف تعال هاليوم بالإيمان وشوف مجد الرب اللي هو فعلا حول خائفيه تعال هاليوم وآمن أنه الله موجود الله بيحبك الله مهتم بيك وراح تشوف فعلا تعامل الله حوليك وفي حياتك تعال هاليوم بالإيمان لالله يا أبانا السماوة إحنا جايين وبنعلن فعلا ضعفنا وتقصير من عدنا بقلة إيماننا بيك يا رب سامحنا يا رب على ضعف إيماننا سامحنا يا رب على قلة إيماننا لكن يا رب هاليوم جايين فعلا نريد نآمن ولكي نرى عملك في حياتنا ونشوف مجدك فعلا بحياتنا يا رب نشوف إن شلون المعجزات بتسويها واللي سويتها نحن مؤمنين أنك أنت تقدر تعمل أشياء عظيمة فينا ومن خلالنا باسم المسيح وصلي آمين آمين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة